وددت أن أقدم لكم إحاطة حول فعالات هذا اليوم والاجتماع الذي عخذ للجنة الاتصال العربية بحضور وزير خارجية سوريا كان المزراء المشاركين وزير خارجية المملكة السعودية وزير خارجية الأردن وزير خارجية العراق وزير خارجية لبنان وأيضا شارك وزير خارجية سوريا والعراق وزير خارجية العراق أيضا الاجتماع تناول بالاستعراض المخرجات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد فيه عمان ومخرجاته والقرار الذي صدر عن المجلس الجامعة في إطار تشكيل لجنة الاتصال الخاصة بالأزمة السورية والتواصل مع الحكومة السورية ووزير الخارجية السورية في إطار تناول العبعاد المختلفة للأزمة السورية سواء كانت سياسية أو أمنية أو إنسانية بالتأكيد أن هذا الاجتماع أتاح الفرصة لوزير خارجية سوريا بأن يطلع السادة الوزراء عن الإجراءات التي اتخذها الحكومة في إطار تناول كافة هذه العناصر من الأزمة وأتاحت أيضا للوزراء المشاركين بتداول فيما يتعلق بالعناصر المختلفة للأزمة والتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والمؤسسات السورية واستعادة تفاعل سوريا سواء في الإطار الإقليمي أو الإطار الدولي منذ خليل تم اعتماد البيان الصادر المتوافق عليه من الوزراء مجموعة الاتصال وأيضا وزير خارجية السورية وهو وزع على حضراتكم ويتناول القضايا المختلفة التي تم تناولها ربما نبرز هنا الاهتمام سواء من قبل اللجنة والتوافق من قبل الحكومة السورية في استئناف مصار اللجنة الدستورية وقبول الدعوة الكريمة من قبل سلطنة عمان لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية هذا مكون هام في إطار التعامل مع القضايا السياسية المرتبطة بمستقبل سوريا واستعادة استقرارها والتفاعل مع عنصر السياسي المرتبط بالأزمة فأن يتم إقرار استئناف هذا المصار له أهميته وله مغزاه ونتطلع أن يعقد الاجتماع في أقرب وقت متاح وهناك تحديد لأفاق زمنية متصدة بأن يعقد قبل نهاية هذا العام فبالتأكيد في المرحلة القادمة سيكون هناك تواصل مع المبعوث الأممي بادرسن لأيضا التنسيق معه فيما يتعلق بالدعوة لهذا الاجتماع وتيسير مشاركة أوسع مجال من الأناصر السياسية ومشاركة الفعالة للحكومة السورية أيضا البيان والاجتماع تناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم إلى أراضي سوريا وتوفير السبل أيضا كان هناك ترحيب بالقرار مديد العمل بمعبر باب السلامة والراعي وده طبعا يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري في ضوء ما يتعرض له من صعاب وبالتأكيد أننا نحث كافة المنظمات الأممية الإغاثية بمراعاة ما يقع على الشعب السوري الشقيق من أعباء ويكثف من جهوده بالتأكيد أيضا هناك تشاور وتنصيخ وصيخ بين الحكومة السورية وفوضية السامية للاجئين في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين وتوفير المناخ الملائم الآمن لعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم وطبعا كان هناك تأكيد من قبل الوزير الخارجية السوري على الاهتمام بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين إلى وطنهم كانت فرصة أيضا للجنة الاتصال بأن مرة أخرى تعيد التأكيد على مخررات الشرعية اتصالا بقرار مجلس الأمن 2254 وأيضا على المبادئ الرصخة في مثال الأمم المتحدة من ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والحفاظ على مقدرات الشعب السوري قضية الإرهاب أيضا وما تعاني منه سوريا من انتشار تنظيمات الإرهابية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة هذه الظاهرة تهدد ليس فقط سوريا ولكن تهدد الإقليم وتهدد ما هو أوسع على مستوى علامي تواجد هذه العناصر بكسافة بعد ما حظيت به من تدريب وتسليح وتواجد مستمر على الأراضي السورية أمر يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة والأمن والاستقرار العالمي أيضا ضرورة التعامل مع قضية تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية وضرورة التعامل مع هذه القضية في إطار الشرعية وحفاظا على السيادة السورية من الناحية الإجرائية اتفق أعضاء لجنة الاتصال بأن يكون هناك اجتماعات تعقد على مستوى الخبراء للتحضير للاجتماعات القادمة أيضا أن يكون هناك اجتماعات دورية للحفاظ على قوة الدفع والتنصيق مع الحكومة السورية للتناول كافة أبعاد الأزمة وسلمة لوزير الخارجية السوري مستند متضمن لبعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتعامل تحديدا مع القضايا الإنسانية وأن يتم في إطار تجاوب الحكومة السورية وتفاعلها مع الأجهزة الأممية ومع الأطراف المعنية بأن يأتي على خلفية ذلك أيضا تعامل يشجع الحكومة السورية على استمرار سعيها للتعامل مع هذه القضية قضية اللاجئين قضية الإنسانية توفير المساعدات وأن يكون هناك تقدير يترجم إلى إجراءات تخرج سوريا من عزلتها ومن بعض العقوبات المفروضة عليها نتطلع أن تستمر الروح الإيجابية اللي سادت هذا الاجتماع المرونة اللي أبداها الجانب السوري في إطار بلورة هذا البيان وفي إطار ما تم شرحه من جهود توبزل ونرى حيوية هذا الإطار في دوق الجمود تنف الأزمة السورية على مدى خمس سنوات والآثر السلبي اللي وقع على الشعب السوري نظرا لعدم الاهتمام الدولي بالقضية والأزمة السورية وإيجاد السبل والإطار الذي يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية خاصة في بعدها الإنساني وخاصة لما تعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة ومن تهديد على مدار عقد خامل من الزمن فتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية سوف يتم تحديد الموعد في أقرب فرصة من خلال المشاورات على المستوى الدبلوماسي أيضا تم الاتفاق على أن تقتمع لجنة الاتصال على هامش أعمال الجامعية العامة خلال شهر سبتمبر القادم في إطار أيضا التداول وتبادل الرؤى ورصد آخر المستجدات في إطار الاتصالات سواء كانت الثنائية أو الجماعية التي تقوم بها دول الاتصال مع الأطراف الدولية المهتمة مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية فيعني نتطلع إلى تلقي أي أسئلة من حضراتكم توضيحا للأمر شكرا جزيلا أستاذ سارة الشلقاني من الدستور تفضلي سارة الشلقاني الدستور معالي الوزير لجنة الاتصال العربية بتعمل من أجل الوصول لحل أو تسوية شاملة للأزمة السورية من منظور عربي مع الوضع في الاعتبار أن تكون تلك التسوية تتشابك مع القضية أن القضية عذرا أن القضية تتشابك مع قرارات وأبعاد دولية مختلفة هل يمكن من وجهة نظركم في يوما ما أن نتوقع حل أو تسوية شاملة من هذا الجهد العربي يتوافق مع دوليا يكون مقبول دوليا مع الأزمة السورية؟ يعني بالتأكيد أن كل العمل اللي بتقوم به اللجنة هو يستند ويؤسس على المرجعات الشرعية الدولية المتوافق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن إثنين وعشرين أربعة وخمسين والمبادئ اللي تحكم الألاقات الدولية والقائمة في مساق الأمم المتحدة فليس هناك تباين في مواقف مجموعة للتصالة العربية والأهداف اللي عبر عنها كثير من الدول والمجموعات الدولية المهتمة بالشأن السوري لكن مرة أخرى أن الجمود الذي لحق بالأزمة السورية وتحول الأنظار والتركيز على هذه الأزمة لأسباب عديدة منها طبعا سنوات الكوفيد ثم التطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية كلها جعلت من الضروري أن تطلع الدول العربية خاصة تلك التي لها تأثيرها واتصلتها المتشاعبة مع وكلفت من قبل الجامعة العربية في دولها المجتمعة في مجلس الجامعة بالإطلاع بهذه المهمة قضية في المقام الأول تهم الدول العربية العالم العربي الشعب السوري شعب شقيق تربطه بأشقاءه في العالم العربي سلاط من التاريخ والثقافة المشتركة وكان من الأهمية أن نأتي بهذا الجهد والجهد يستمر والجهود التي تبزلها الحكومة السورية وتحديد العناصر سواء سياسية أو أمنية أو إنسانية وضرورة التعامل معها بمنظور الخطوة مقابل الخطوة التي سلمت للوزير السوري هي متسخة مع الرؤية الدولية في ضرورة التوصل إلى حل هذه الأزمة دايسة هناك أزمة دائمة أو وضع دائم خاصة عندما يكون مرتبط بمصالح المواطنين المواطنين السوريين يستحقوا الرعاية الدولية يستحقوا الاعتراف بما عانوا منه خلال هذه الأزمة وعلى المجتمع الدولي أن يبزل كل جهد ويصل إلى نقطة التوافق سوريا دولة ذاتها سيادة يجب احترام هذه السيادة يجب احترام وحدة أراضيها وهذه هي مبادئ متفق عليها وأيضا همية الشق الإنساني في إطار الدعوة للحفاظ على حقوق الإنسان بالتأكيد أن حقوق الإنسان السوري يجب مراعتها وإعطاءها أولوية في هذه الظروف الصعبة أنا أخذ سؤال ثاني أستاذ شريف ردوان التزول المصري مع الوزير فيما يختص بي مبدأ خطوة مقابل خطوة ربما بعض المراقبين يقول أن ليس هناك جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة أو التنفيذ الفعلي لبعض القرارات والخطوات هل تم الاتفاق للاكتماعات اليوم على جدول زمني الشق الثاني من السؤال هو تأكيد هذا الإعلان الذي بين أيدينا على مبدأ الحل السياسي لا يخفى على أحد وبحسب المراقبين أيضا أن هناك قوة دولية وإقليمية تمارس أدوار ربما خفية أو أيضا ظاهرة لا تريد السلم والسلام والاستقرار داخل المجتمع السوري أو الشعب السوري هل هناك تنصيق مع هذه الأطراف هل هناك ضغوط دولية على هذه الأطراف للنزع الفتي الأزمة وأيضا التنصيق مع الجهود العربية الحالية شكرا حضرتك شكرا أتصور أن أزمة بهذا العمق وهذا الامتداد الزمني وتعقيداتها المختلفة يكون شيء من التبسيط المخل أن نتوقع أن يكون هناك قدرة على وضع تاريخ محدد تنتهي فيه هذه الأزمة وتزول تدعيتها ومن ثم نعمل على بناء منظومة بناء توجه إقرار مبادئ تؤدي إلى تحقيق الهدف سرعة هذا يتوقف على الجهود التي تبذل على مستوى الحكومة السورية أيضا ما تلقى من دعم من أشقائها العرب ومسندة ومؤذرة وأيضا ضرورة تفاهم المجتمع الدولي وأطراف أخرى لأهمية تناول العناصر مثل القضايا الإنسانية ولكن أيضا التحدي المترتب على الإرهاب لأنها كلها أمور ليس هناك طرف معفي منها ولكن هي جدية التفاعل والاهتمام بتحقيق إنجازات متواصلة وهناك بالتأجيد أن خطوات اتخذتها الحكومة السورية مثل استمرار فتح المعابر أو تمددها أو تحت علاقة تعاونية مع أجهزة الأمم المتحدة الإغاثية وإن شاء الله ما خد يصفر عنه اجتماع اللجنة الدستورية من تفاهم وتوافق فيما بين الأشقاء السوريين يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي نرجوه فأفتكر يبقى مخل بأن نتصور أن نستطيع الآن أن نحدد تاريخ محدد لإنهاء أزمة بهذا التعقيد وهذا التشعب الحل السياسي بالتأكيد عنصر مهم جدا ويتوقف عليه استعادة سوريا ووضع سوريا لخارط الطريق لمستقبلها يكون محل رضاء لكافة أبناء الشعب السوري هذه أمور مرتبطة بالشأن الداخلي السوري مرتبطة باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهذه المبادئ لا تتجزى عندما يكون هناك دعوة لاحترام مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي ومثاقة الأمم المتحدة فلا يمكن أن نأخذ جذء ونترك جذء بقدر ما هو هناك احترام للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم جواز اكتساب الأرض بالقوة وعدم اللجوء إلى القوة فلابد أن تكون منظومة متكاملة يتم تطبيقها بشكل متساوي دون انتقائية ودون معايير مزدوجة أخذ سؤال أخير أستاذ الجمعة أستاذ أحمد جمعة من اليوم السابع شكرا جزيلا أحمد جمعة المحرد الدبلوماسي في اليوم السابع معالي الوزير تزداد الأزمة السودانية تأزما وتعقيدا يوما بعد الآخر ويتطلع الشعب السوداني بل الشعوب العربية تتطلع إلى خطوات أو رؤية خطوات تنفيذية وعملية لحل حلة هذه الأزمة هل نتوقع قريبا الكشف عن خطة العمل التي اتفق عليها بين وزراء خارجي الدول جوار السودان في اجتماع تشاد الأخير وهل لسيادتكم أن تطلعنا على أبرز ملامح هذه الخطة شكرا جزيلا طبعا بالتأكيد أنه الاستمرار الأزمة والصراع في السودان هو موضع خلق شديد خاصة لمصر ودول الجوار الأخرى للأثر السلبي اللي يترتب ليس فقط إزاء قضية اللجوء ولكن أيضا للارتباط التاريخي وفيما بين الشعوب المنطقة والإحساس بهمية العمل على احتواء هذه الأزمة والحفاظ على السودان دولة موحدة تتطلع مؤسساتها الشرعية بدورها في خدمة الشعب السوداني اجتماع دول الجوار الذي عقد في الشاد كان اجتماع مهم تنفيذا للتوجيه الذي صدر عن قمة دول الجوار التي عقد في القاهرة وخلال هذا الاجتماع صدر البيان ولكن الأهم هو بلورة خريطة طريق لعمل دول الجوار بشكل مباشر في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة سواء كان في إطار احتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية ولكن أيضا التعامل مع القضايا السياسية ووضع خريطة الطريق فيما يتعلق بالأدوار توزيع الأدوار فيما بين دول الجوار بحكم ربما ميزة نسبية لدي بعضها في إطار تناول شق من عناصر هذه الأزمة بما ييسر بأن يكون هناك في النهاية تكامل فيما بين الجهود والقدرة على تفعيل ما يتم التوصل إليه من تفاهمات تؤدي إلى احتواء الأزمة فهي الخطة هي توزيع للجهد والدور على كل من دور الجوار للإطلاع بمهام مرتبطة بالشق السياسي بالشق الأمني وبالشق الإنساني وسوف يتم الإعلان عنها عندما يتم إقرارها من قبل قادة دول الجوار فخامة الرئيس دبي أكد بأنه سوف يوافي الزعماء بالخطة وفور اعتمادهم لها سوف يتم تنفذها شكرا جزيلا شكرا